موسيقى هاي أنا رانا يسري مصممة أزياء مصرية ولعملت فوستان جانيفر جيتس في كتب الكتاب أنا جالي اتصال من مادام إيمان نصار إنه عايزاني أشتغل على الفوستان الأول كنت عايزتي وتتعرف علي وعشان نشوف لو هقدر أعمل الفوستان بتاعها اللي هتلبسه في الفرح والبداية بدأت من هنا اشتغلنا كذا شهر على الديزاين عشان نوصل لأحسن حاجة عجبوها جدا فقالنا بدل ما هيبقوا فوستان هيبقوا أربعة وهتكيبقوا خمسة فقعدنا نشتغل على الديزاين ونطور فيها لغاية ما طلعنا الديزاين وقبل كتب الكتاب تقريبا عشرة أيام بعثتلي قالتلي رانا عايزين نشتغل على فوستان كتب كتاب جانيفر كان لي مواصفات معينة كان لازم نستوفيها بشكل معين وده اللي بدأنا نشتغل عليه فعلاه كان كبير جدا جدا لأنه كان الوقت داي قوي وهي مش موجودة وأنا معرفهاش ولازم يطلع بكواليتي كويسة قوي ويعني القصة بقى بدأت من الناحية دي بدأنا بقى نعين تيم مخصوص للموضوع ده يشتغل عليه ليلونهار تقريبا كنا عبطول بيتين يعني في المكان عشان نقدر ننجزه في الوقت المحدد التنفيذ بتاعه بكل بقى تفاصيله بالقماش بكل حاجة تقريبا أخذ اللي هما اللي عشر تيام عمل اللي احنا اشتغلنا عليهم كل حاجة هنا في مصر احنا ما سفرناش متحركناش القماش من هنا كل حاجة عملت هنا العمالة المصري اللي اشتغلت فيه القماش تجاب من محلات موجودة هنا أول حاجة انه احنا بعيدنا عن الدانتال عشان فستان فرح كان دانتال كونا عايزين نبعد عن الحاجة الطويلة وفي نفس الوقت منفوشة قوي لا احنا عايزين نعمل حاجة اللي هي الستينات الحاجة اللي هي الثامن القوي اللي افتقدناها بقى انا كتير انه يبقى ليه روح شبابية ما يبقاش اه ماشي كده بس برضو كبير في السن لا بالعكس انه لازم يبقى ليه جاكات بوليرو قصير عشان طبعا كتب الكتاب فلازم وهي كمان شخصية شوية محافظة في طريق لبساها وكيفة كان لازم يبقى برضو في الحتة دي عادة الاجانب يميلوا للبساطة وليه عشان هما كمان جمالهم بسيط يعني تحس انه هما ليهم طريقة كده احنا حتى من التاريخ بتاعنا احنا طريقة لابسانا فيها تفاصيل كتيرة احنا بنحب التفاصيل فتلاقي دايما فستانا والحاجات دي لايزم يوفيها تفاصيل كتير من ضمن المثلا المواقف اللي تدل على قد قيل اهتمام بالتفاصيل انه وفعلا بتفرق انه مثلا الكورساج بس بتاع الفستان اتعد ثلاث مرات من غير ما نشوفها اوكي لأسباب انه وفعلا هي فرق بداية الكورساج مثلا مفروض تبقى هنا بدأت هنا فدي كده خلت الروح اللي انت عايزيها فيه مش موجودة فتعايديها الفتحة بتاعته مثلا قفلت هنا مش هنا فعشان تقفليها لازم تعايزيها لان خلاص هي القصة قصة على كده وهنا بيفرق في ايه بيفرق انه زي ما قلت لك روح الفستان بتتلغي دي تفاصيل ممكن لحد ما يبقاش مدرك اللي هو ايه اللي انتو بتعملوه دا يعني ايه ايه اللي الفتحة هنا والفتحة هنا بس لما تيجي تشوفيها على حاجة كاملة لأ هتشوفي قد ايه بتفرق قد ايه الخط عشان هو ما فيهوش تطريزة واحدة انت خطوطك هي اللي محددات كله فلو الخط بس مال ميلة غلط لو القصة بتاعت البنسة فيها حتة راحت ملي يمين او شمال لو الكلوشات بتاعته مثلا ما بقيتش متوسطنة تلاقي كل حاجة بوزت فكان كم الضغط العصبي والنفسي ان الفستان يطلع ما فيهوش غلطة كان رهيب يعني الكورساء البوليرول اللي تلبس اللي هو الجاكت القصير للكم بتاعه البوينتد البوينت هتوقف فين في الايد قعدنا فيها تقريبا ست مرات بنجربها هوقفة هنا لأ هوقفة ورا صن لأ ورا اكتر طب لو موقفة كده افتحها كده ولا عملها رفيعة وعدنا نجرب لغاية ما وصلنا لللي احنا عايزينه عند التاني بوليرو يعني عملنا مرة ولأ وجربناه تاني وفي التانية دي عملناها بتاع ست مرات عشان نوصل للنقطة اللي احنا عايزينها الفستان عامة عشان يتعامله والشخص مش قدامك وتقدر يتسلميه من غير ما يكون موجود طبا بيستحب ان انت في الاول تقابليه مرة او اثنين عشان تقدر يتعرفي شخصيته ولكن بيتبني مانيكان على مقاسات الشخص ده احنا بتجلنا المقاسات من الستايلست وبناء عليها بنبني المانيكان بتاعنا بمقاساتها بدوراناتها بكل حاجة فاكناها هي وقفة قدامي اللي بيفرق في ايه وده اللي بيعمل شوية تغيير في المقاس سنة فلما الحاجة بتسافر بتعمل لها تعديلات يعني حتى مش جانفر بس يعني في حاجات سافرة كاندا في حاجات سافرة انجلترا والحمد لله مثلا فيه ما تعمل لهمش التعديل خالص او ما تعمل لهمش تعديل خالص ولكن هنا بس بتفرق في ايه بتفرق ان حركة جسم البني ادم غير لما تبع حاجة خشب وقفة حتى لو هي ليها دورانات او حاجة لانه برضو الحركة والنفس وكا بيدي اختلافات شوية بالعكس هما يعني اشعادوا بالشغل بالتنفيذ بالحاجة حتى على فلسطين مدام ايمان كان مبسوطين بيها جدا 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 شافوا الحاجات بسطة واوي كانوا مبسوطين للحاجة تعملت هنا في مصر بالعكس يعني هما حتى مدام ايمان مبسوطين للحاجة المصرية انا بجدا نفسي ان انا لبس اسعاد يونس قوي لان انا بحبها قوي يعني بحب روحها جدا جدا فحس ان انا عايزة اطلع حاجة لها يعني بحب اوبرا وينفري جدا نفسي ألبسها لانها شخصية قوية جدا وانا دابي بالنسبة لي تشالنج لان دايما لما اجي ألبس حد ببعايزة اظهر شخصيته على اللي هو لابسه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة